شهد مشروع جزي مصدات للأمواج بشاطئ منطقة الإبر بمعتمدية تبرقة من ولاية جندوبة تأخيرا على مستوى إتمام الأشغال التي انطلقت منذ نحو ثلاث سنوات هذا ما آل إليه حال محيط المعلم الأفري الإبر بمدينة تبرقة من ولاية جندوبة فضلات حديد وبناء ومعدات مهملة ملقاة في محيط المكان بعد توقف أشغال مشروع ترميم منشأة للحماية بالمنطقة كان قد انطلق منذ 2019 تم اقتراحه ثم تم الموافقة عليه في المجلس البلدي في 2018 بميزانية تقدر بزوز مليار فصل خمسة دينار على أن تكون المدة الإنجاز لتتجاوز 19 أشهر أول حاجة المشروع تعطل وتم مؤخر تتأخر في 2019 بداية الأشغال وكل مرة الأشغال تقف عدد من المتساكنين والحرفيين والزوار تذمروا من تشويه المكان ومن الفضلات التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على البيئة والمصطفين وطالبوا الصلطة المعنية بسرعة التدخل لإنهاء الأشغال ولي جندوبة أكد من جانبه الحرص على التعاقد مع شركة أخرى تستكمل أشغال المشروع الذي سيساعد في كسر الأمواج والمحافظة على هذا الموقع الطبيعي من مخطر التلوث تقفت منذ مدة طويلة والسيد يبدو أنه لم يعد راقب في المواصلة أو أنه عنده إشكالية أخرى نحن نستدعوه ونشوفه في المرحلة اللي يصل فيها المشروع وإذا كان هو مش بشي واصل نحن نشوفه نجده يعني الابيل دوفر في كاكان دوتر اللي بشي واصل الأشغال موقع الإبر بمدينة تبرقا هو واحد من المعالم الطبيعية الرئيسية بالجهة التي تعد قبلة الزوار من كل مكان معالم تتطلب مزيد العناية بها والمحافظة عليها